بسم الله الرحمن الرحيم لما نيجي نتكلم على المحاضرة الـ content بتاعنا الـ content بتاعنا عبارة عن بعض الأمراض أو بعض المالجنانت تيومرز اللي بتبقى موجودة في الجهاز التناسولي للأنثى زي الـ invasive cancer cervix زي الـ endometrial carcinoma زي التروفوبلاستيك تيومرز زي الـ ovarian malignancies أو الـ ovarian malignancies زي الـ cancer vagina أو بتقال عليه الـ vaginal cancer وزي الـ cancer vulva طبعا الفالفا هي external genitalia أو الأعضاء التناسولية الخارجية من الـ set أول حاجة عشان نبدأ نتكلم على الأمراض دي لازم نبقى عندنا خلفية عن حاجة الأول وهي مراحل انتقال أو مراحل تطور الـ cancer الـ cancer لما بيجي يبدأ بيبقى عبارة عن abnormal abnormal cell خلية غير طبيعية الخلية دي بيبدأ يحصل لها abnormal gross المفروض في الطبيع أن الخلية بتاعتنا بيكون لها معدل نموه معين ولو خلية زادت عن المعدل النموه ده نتيجة أي سبب من الأسباب مثلا أن هي تعرضت لراضييشن مثلا تعرضت لإشعاع أو نتيجة مثلا chemicals مثلا يكون الشخص ده بيشرب سجاير أو إلى آخره يعني أي سبب من الأسباب خلت أن يحصل الخلية دي abnormal gross تمام بيبدأ على طول الجهاز المناعي أن هو يبدأ يموت الخلية دي الجهاز المناعي بيبدأ أن هو يموت الخلية دي طب لو الخلية عدت من الجهاز المناعي ما قدرش أن هو يموتها بتبدأ الخلية أنها تبدأ تعمل abnormal gross بتنمو بصورة غير طبيعية فتبدأ تكبر بتنمو بجلها الغذاء بتكبر أكتر في أكتر وتبدأ تتضاعف كمان يعني هي بتكبر وتتضاعف لما بتبدأ تتضاعف الخلية دي بتكون حاجة اسمها الhyperblisia ولما بتكبر أكتر وأكتر بتكون حاجة اسمها الdisblisia الdisblisia دي بتبقى عبارة عن مجموعة من الخلية الخلية دي لما بتكبر أكتر وأكتر بتكون حاجة اسمها الcancer ولكن الcancer ده بيبقى انسايته انسايته يعني إيه؟ في مكانه. في المكان اللي هو في. يعني الكنسر يتكون في المكان اللي هو فيه. يعني ايه برضو? يعني ما عملش يعني ايه برضو يعني هو ما عداش حاجة اسمها لما نيجي نبص على الصورة اللي قدامنا هنلاقي الخلية دي. اللي هي الخلية المتلونة باللون الاصفر. دي الخلية مش طبيعية. بدأ يحصل لها بدأ التنمو بصورة غير طبيعية. لما بدأ التنمو بصورة غير طبيعية كونت هنا حاجة اسمها مجموعة من الخلايا كده كترة الخلايا دي برضو بتنمو بصورة غير طبيعية فضل التنمو تنمو تنمو لحد ما كونت نسيق كبير كده اللي هو باللون الأسطر ده كله ولكن النسيق ده معداش البيزمنت ممبرين اللي هو ده ده المفروض البيزمنت ممبرين معداش البيزمنت ممبرين فبقول عليه كارسينوما ولكن كارسينوما انصيته يعني هو موجود في مكانه لسه ما خرجش لسه ما عملش انفيجن طب لو هو خرج من البيزمنت ممبرين عمل ده يعني هو عنده القدرة ان هو ينتشر ويروح خلايا تانية. بيتقال عليه ايه? بيتقال عليه اللي هو الكانسر بقى العادي. يبقى الكانسر العادي هو بيبدأ عمل عمل تمام? ادام عمل يبقى يقدر يعمل ده يعني هو يقدر ينتقل من مكان لمكان. يعني ممكن مسلا لو حد عنده كانسر في اللانجز يقدر ان هو يتنقل للعضن. عن طريق ايه? عن طريق الانفيجن ده او عن طريق الميتاستاسيس ده. تمام? يبقى احنا اول حاجة عندنا اول حاجة بتبقى خالية عادية. الخالية دي بيبدأ يحصل لها او نمو غير طبيعي. تبدأ تكون حاجة اسمها الهايبربليزيا وبعد الهايبربليزيا بتكون حاجة اسمها الديسبليزيا. بعد الديسبليزيا بتكون حاجة اسمها الكارسينومة انسايتو او كانسر في المكان بتاعها يعني معددش البيزمنت ميمبرين. لو عملت انفيجن وعدت البيزمنت ميمبرين بتقال عليها ايه? بتقال عليها بقى اللي هو النوع العادي من الكنسر. والنوع ده بيبدأ يكون حاجة اسمها الميتاستاسيس اللي هو ايه? اللي هو السرطان اللي بتنقل من مكان لاخر او من عضو الاخر. تانية حاجة هنبدأ بقى نتكلم على الانفيزيف الانفيزيف كانسر سيرفيكس. الانفيزيف كانسر سيرفيكس من اسمه يعني الكنسر هنا جاي في السيرفيكس السيرفيكس اللي هو عنق الرحم. وانا قلت عليه انفيزيف. انفيزيف يعني الخلايا بتاعت الكنسر عملت انفيجن يعني عدت البيزمنت ميمبرين. الخلايا عدت البيزمنت ميمبرين. موجودة في الايه؟ موجودة في السيرفكس فلما اجي عرف الديفنيشن بتاعه هقولك انه هو malignant change of the cervix with invasion of the basement brain هو عدى ال basement brain يبدأ يظهر بالشكل ده كده الانسدنس بتاعه نسبة وجوده قال انه هو become the second common type of the female genital malignancy ليه؟ لان الانفزيف cancer cervix ده بدأ يكون فيه early detection مع تطور الاجهزة الطبية دلوقتي يبقى فيه مساحات والحاجات دي بدأنا ان احنا نتعرف على وجود مثلا cancer cervix على طول فبنبدأ ان احنا نلحقه قبل ما يتكون فنسبته بدأ التيل ولكن مش قلت بصورة كبيرة لا ده هو لسه النوع التاني هو second common type of the female genital malignancy تمام طب مين هو الفيرست؟ الفيرست هو هو الكنسر بتاع الاندومتريا فيه كانسر كده لسه هناخده دلوقتي هو بيجي في الرحم ده هو الفيرست كومن انما الساكند كومن هو الانفزيف كانسر سيرفكس يبقى انا بس عايز من السلايد دي ان احنا نعرف ان الانفزيف كانسر سيرفكس عايز تعريفه ان هو بيعمل انفزيف كانسر سيرفكس عايز تاني حاجة ان هو ان هو بنتشر من سن اربعين لخمسين سنة تاني حاجة في الرسك فاكتور عندي اربع جمل بحرف الاس اول جملة اسمها ايه؟ اسمها يعني بعض الامراض الفيروسية اللي بتتنقل عن طريق سكشوال انتركورس بعض الامراض الفيروسية اللي بتتنقل عن طريق سكشوال انتركورس زي ايه؟ زي الـ HPV الـ HPV ده هو حاجة اسمها الـ Human Babilloma Virus الـ Human Babilloma Virus ده Most Common Viral Disease ده اشهر Common Viral Disease برضو ده مهم الـ Human Babilloma Virus ده تعرف ان هو Most Common Viral Disease الـ Human Babilloma Virus كده زي ما انت شايف الصورة هنا كده ده بتبقى عبارة عن عدوة فيروسية العدوة الفيروسية دي بتتنقل عن طريق سكشوال انتركورس بتكون زي بابللوما كده او زوايد بتبقى موجودة مثلا في اماكن مختلفة من الجلد او اماكن مختلفة من الجسم من الاماكن اللي هي بتصيبها مين؟ من الاماكن اللي هي بتصيبها اللي هو السيرفيكس فبالتالي بتؤدي الى cancer cervix تاني حاجة الـ HSV type 2 الـ HSV type 2 ده اللي هو الـ Herpes Simplex Virus Herpes Simplex Virus الـ Herpes ده بيبقى فيه 2 type عندي type 1 و type 2 type 1 ده بيصيب الجسم عادي انما type 2 هو اللي بيجي في الجينيتاليا او بيجي في الاعضاء التناسلية زي ما موجود في الصورة اللي فوق هنا الـ HSV type 2 بيبقى موجود في الاعضاء التناسلية سواء البينيس او سواء الفجينا بيظهر زي بابلز كده او حاجات صغيرة بتبقى بينة على الاعضاء التناسلية يبقى ده الايه؟ يبقى ده الـ Herpes type 2 تالت حاجة الـ HIV ده اللي هو ايه؟ اللي هو الـ AIDS الـ HIV اسمه الـ Human Immunodeficiency Virus او الفيروس اللي بيعمل او بيسبب نقص المناعة او بيتقال عليه ايه؟ بيتقال عليه الـ AIDS الامراض دي امراض بتيجي نتيجة عدوة فيروسية العدوة الفيروسية دي بتيجي بسبب الايه؟ بتيجي بسبب sexual intercourse الـ HPV الـ HPV اللي هو الـ Human Babilloma Virus الـ HSV اللي هو الـ Herpes Simplex Virus Type 2 قلت type 2 ليه؟ لان type 1 ما بيجيش في العضاء التناسلية type 2 هو اللي بيجي في العضاء التناسلية والـ HIV ده اللي هو الـ AIDS تاني اهم عامل عندي اللي هو الـ Sexual Activity الـ Sexual Activity يعني زيادة زيادة الـ Sexual Intercourse زيادة الـ Sexual Intercourse بيسبب ايه؟ بيسبب او بيكون ريسك فاكتور كبير جداً لمين؟ بيكون ريسك فاكتور كبير جداً لـ Cancer Cervix الـ Sexual Intercourse مثلاً مع Multiple Partners يعني مثلاً يكون دي العلاقات اللي هي Illegal Illegal هي العلاقات المحرمة لما بيكون مثلاً إن الشخص بيعمل Intercourse كتير مع كذا شخص يعني مش مع حد واحد يعني مش في حدود الإطاري الطبيعي اللي هو الجواز تاني حاجة إنه هو مثلاً بيكون مالتي بار يعني هو بيعمل مع شخص واحد أو مع الـ Partner بتاعه ولكن بيكون بصفة مبالغ فيها جداً طبعاً هل ده بيقول إن ما ينفعش نعمل Sexual Intercourse؟ لا خالص الـ Sexual Intercourse ليه فواية كتير ولكن الـ Sexual Intercourse لو زاد أو بقى بصورة مبالغ فيها بقى بصورة مبالغ فيها بيؤدي إنه هو ممكن يكون Risk Factor إنه هو يسبب الـ Cancer Circus بعد كده عندي حاجة اسمها الـ Smeigma الـ Smeigma دي هو عبارة عن إيه؟ الـ Smeigma دي هي عبارة عن مجموعة Secretions الـ Secretions دي بتكون فيه Un-Circumized Male Partner المفروض إن الميل في الطبيعي أول ما بيتولد بيبدأ يحصل له حاجة اسمها ختان يعني الزكر مبجرد ما بيتولد بيعملوا له عملية ختان عملية الختان الفكرة كلها إنه هما بيبدأوا يشيلوا الجزء بتاع الجلد اللي موجود على الـ Penis من قدام بيوصل للشكل ده كده طب لو الشخص ما عملش العملية دي لو ما عملش العملية دي الـ Penis بتاعه هيفضل بالصورة دي كده بالصورة دي هيبقى يتجمع مجموعة Secretions هتبقى موجودة هنا يعني جوة يعني بين الجلد وبين الـ Penis نفسه الـ Secretions دي لما هتروح لـ Female Partner بتاعته هتبدأ دي أسمها Smeigma وهتبقى Risk Factor إنه هو يكون إيه؟ إنه هو يحصل له Cancer Cervix تالت حاجة أو رابع حاجة عندي هي الـ Smoking الـ Smoking ده اللي هو الإيه؟ اللي هو التدخين طبعا تبقى تقول إيه علاقة الـ Smoking؟ يعني واحد مثلا سموكر بيشرب سجاير إيه علاقته إنه هو مثلا يكون Risk Factor ليه Cancer Cervix أو واحدة آسف طبعا لإن الدخان بيمشي في الدم طبعا أو المواد بتاعت الدخان بتمشي في الدم وبالتالي مثلا بتروح لـ Cancer فبتكون إيه؟ أو بتروح للـ Cervix فبتكون Cancer Cervix بعد كده عندي حاجة زمها الـ Pre-Cancer's Lesion زي الـ Chronic Cervictitis يعني مثلا يكون فيه ITIS يعني الالتهاب يعني فيه التهاب في الـ Cervix والالتهاب ده Chronic يعني الالتهاب بقاله فترة كبيرة تاني حاجة الـ CIN الـ CIN ده هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن حاجة اسمها Cervical Inter-Epicillial Neublasma يبقى Cervical Inter-Epicillial Neublasma أو بتقال عليه Cervical Displasia يعني إيه؟ يعني اتكون يعني اتكون Cancer في المكان ولكن Cancer insideه يعني إيه؟ يعني ما عملش Invision يعني الـ Cancer ما عملش Invision فبالتالي هو Risk Factor إنه هو يكون ليه؟ هو Risk Factor إنه هو يكون الـ Cancer Cervix أو الـ Invasive Cancer Cervix يبقى تاني هنتكلم بسرعة على الـ Invasive Cancer Cervix قلنا إن الـ Definition بتاعه هو عبارة عن Malignant Changes في الـ Cervix بيحصل فيه Invision للـ Basement Membrane وقلنا إنه هو Second Common Type لإن الـ First Common Type هو مين؟ هو الـ Cancer بتاع الـ Endometria تاني حاجة قلت الـ Risk Factor قلت الـ Edge الـ Edge ده مهم جدا 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 إنه هو بيكون في سنة من 40 لـ 50 سنة تاني حاجة أنا عندي أربعة S اللي أربعة S دي أول حاجة اللي هي Sexual Transmitted Viral Disease اللي هي بعض الأمراض الفيروسية اللي بتتنهل عن طريق sexual intercourse زي مين؟ زي الـ HPV اللي هو الـ Human Babilloma Virus أو الـ HSV type 2 الـ HSV type 2 مهم جدا type 2 ليه؟ لأن type 2 type 1 ما بيجيش فيه العضاية التناسلية تالية حاجة اللي هو الـ AIDS أو الـ HIV تمام؟ بعد كده قلنا إنه إحنا عندنا زيادة عن المعدل الطبيعي زي مثلا زي العلاقات الإليجل يكون مثلاً الـ City دي بيكون عندها علاقات إليجل وكده أو مثلاً مالتي بارة يعني مع نفس الشخصة ولكن بتعمل بصورة مبالغ فيها جداً 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 بعد كده قلنا الإسمجمة الإسمجمة دي بعض السيكريشنز اللي بتكون فيه الميل اللي مش معموله عملية الختان فالسيكريشنز دي بتتنقل ليه الفيميل ولما تتنقل ليه الفيميل بتكون إيه؟ بتبقى ريسك فاكتور إن هي جيلها كانسر سيربيكس وبعد كده قلنا الإسموكيك طيب ممكن يكون بريكنسرس ليجن يعني ليجن بتكون موجودة أو إصابة موجودة في منطقة السيربيكس بتكون أو بتحدث ما قبل ما قبل الكنسر سيربيكس زي إيه؟ زي الكورونيك سيرفاكتايتس يعني إن هو يكون عنده انفلاميشن في السيربيكس يكون عنده انفلاميشن في السيربيكس والانفلاميشن ده كورونيك أو يكون عنده CIN الـ CIN بتاعنا اللي هو إيه؟ اللي هو السيرفايكل Intra-Epicillial Neu-Blasm أو Cervical Dysbilisi يعني من الآخر هيكون عنده آه السرطان وكل حاجة ولكن السرطان ده ما عملش إيه؟ ما عملش انفيجن للبيزمنت ميبرين بعد كده هنتكلم على الاندومتريا الكارسينوم الاندومتريا الكارسينوم ده هو عبارة عن Malignant Changes of الاندومتريا اندومتريا ده طبقة من طبقات طبقة من طبقات اليوترس أنا عندي اليوترس بيتكون من 3 طبقات البريمتريا اللي هي الطبقة الخارجية وبعد كده عند الطبقة اللي في النص اللي هي طبقة العضلات اسمها المايومتريا وبعد كده الطبقة الداخلية خالص اللي هي الاندومتريا الكنسر ده بيتكون في الاندومتريا فبيتقال عليه إيه؟ تقال عليه اندومتريا الكارسينوم الانسدنس بتاعه ده هو المست كومن gynecological cancer يعني ده أشهر كانسر بييجي فيه السبتات أو بيجي في الجينكولوجيكا يعني في الجهاز التناسولي يعني يبقى أشهر كانسر بيجي في الجهاز التناسور يمين هو الاندومتريا الكارسينومة ودي مهمة جدا 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 تمام؟ لما أجي شوف الديفنيشن بتاعه هلاقي أنه هو ماليجنان تشينج في الاندومتريا أهم حاجة أنه هو عمل انفيجن لي البيزمنت مبيرين وقلت أن الانسدنس بتاعه أنه هو المست كومن جيناكولوجيكال كانسر بعد كده هتكلم على الريسك فاكتور الريسك فاكتور عندي بيبقى موجود في السن اللي هو أكتر من ستين سنة أكتر من ستين سنة يعني من بداية من أول واحد وستين وانت طالع كده تمام؟ هو ممكن يحصل ده طبعا دي بيكون بنسبة 85% ممكن يحصل بنسبة قليلة لنسبة 15% قبل الميني بوز يعني قبل ايه؟ قبل ما يحصل ويحصل توقف لدورة التمس يبقى هو بيتقسم لنسبتين 85% ده بعد سنة ستين 15% أقل من سنة ستين أقل قبل الميني بوز يعني أقل من سنة ستين يعني قبل الميني بوز هو المفروض أن الميني بوز بيبدأ من 45% أو من 45% ل55% ممكن طوالها لحد الستين تمام؟ بعد كده عندنا من الريسك فاكتور التانية أول حاجة احنا عندنا حاجة اسمها الهايبر هيبر استروجينازم يعني ايه هيبر استروجينازم؟ يعني زيادة نسبة الاستروجين طب في حاجة مهمة أو في معلومة مهمة جدا لازم نعرفها طبعا الهايبر الاستروجينازم دي زي مثلا حاجة مميزة جدا للايه؟ حاجة مميزة جدا لإندومتريا الكارسينوما ولكن في حاجة مهمة عايز عرفها الأول المفروض أن انت بتقولت إن نسبة 85% بتحدث بعد سنة ستين نسبة 85% بتحدث بعد سنة ستين يعني معظم الحالات بتحصل بعد سنة ستين وبعد سنة ستين أصلا بيكون الست خلاص توقف عندها التمس وبالتالي كل الهرمونات عندها بدأت تقل يعني الاستروجين بدأ يقل برو جاستروم بدأت يقل كل الهرمونات أصلا بتبدأ تقل عندها طب إزاي بتكون معظم الحالات أكتر من سنة ستين وإزاي في نفس الوقت أصلا أنت بتقول إن سبب بتاحها هو زيادة الاستروجين أو من أهم ريسك فاكتور عندها أنه هو زيادة الاستروجين هقول لإن أصلا أمراض الكانسر عامة أمراض الكانسر عامة بتبقى أمراض كورونيك أمراض الكانسر بتبقى أمراض كورونيك يعني إيه كورونيك؟ يعني بيكون أو السبب بتاحها بيعد فترة طويلة جدا بتقعد مدة طويلة جدا على بال ما يحصل للايه؟ ما يحصل للمرض فمثلا لو كانت الست دي طول حياتها كان عندها نسبة الاستروجين عندها عالية فبالتالي ده هيكون ريسك فاكتور مع الوقت انه هو يكون لها اندومتريال كارسينومة تمام وهي نفس الفكرة اصلا في الكنسر سيرفيكس انا لما قلت لك ان الكنسر سيرفيكس قلت لك ان ريسك فاكتور انه هو بيكون في سنة 40-50 سنة مفروض اصلا في سنة 40-50 سنة في الـ sexual intercourse اصلا بيقل على عكس مثلا سنة العشرينات هي نفس الفكرة ان اصلا الكنسر ده بيبقى مرات كورونيك فبيعود فترة فاللي كان بيحصل زمان اه بيقصر لي قدام تمام فزيادة نسبة الاستروجين في المراحل اللي قبل كده ادت في النهاية ان هو ممكن يحصل لها ايه ان هو ممكن يحصل اندومتريال كارسينوم تاني حاجة عندي حاجة اسمها الكوربوس كانسر سندروم كلمة كوربوس هنا معناها البضي يعني معناها الجسم فكرة الكوربوس كانسر سندروم دي هي عبارة عن سندروم على بعضها ان الستة بيقى عندها كده باكلجي من الحاجات على بعضها الباكلج ده مثلا ان الستة تبقى أوبيزيتي هي تخينة طبعا لما هي تخينة طبعا على طول تعرف ان الاستروجين عندها عالي يعني الستة تخينة عرف ان الاستروجين عندها عالي تاني حاجة عندها سكر عندها دايابيتس وكمان بيبقى عندها هايبرتنشن تمام يبقى ستة تخينة عندها دايابيتس تمام وعندها هايبرتنشن على طول انت بتبقى خايف جدا 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 ان الستة دي يحصل لها ايه اندومتريال كارسينوم لان ده هاي ريسك جدا انه يحصل لها اندومتريال كارسينوم وتالت حاجة اللي هو برضو حصل إصاوة مثلا في الاندومتريام حصل مشكلة في الاندومتريام التهاب أي حاجة أي ليجن سبب في الآخر أن يحصل لها إيه اندومتريا الكورسينوم تمام يبقى في الاندومتريا الكورسينوم قلنا إن الاندومتريا الكورسينوم قلنا إن هو عبارة عن إيه هو عبارة عن ماليجنانت تشينجز بتحصل ماليجنانت تشينجز في الاندومتريام وفي البيزمنت الممبرين الانسدنس بتاعها قلنا ان هي الموست كومن جيناكولوجيكال كانسر ودي مهمة جدا 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 تالت حاجة في الريسك فاكتور قلت ان هي الريسك فاكتور بالنسبة للإيج 85% من الحالات بتحصل فوق سن الستين وال15% بتحصل قبل المينيبوز او قبل سن الستين بعد كده انا قلت من الريسك فاكتور عندي الهايبر استروجينيزم يعني زيادة نسبة الاستروجين وده تعتبر الكلمة المميزة في المرض بعد كده عندي حاجة اسمها الكورباس كانسر سندروم يعني هو سندروم الستيب بي عندها أوبيزيتيب بي عندها ضيابيتس بي عندها هايبر تنشل عندها كذا حاجة كده فده بيبقى هاي ريسك فاكتور نهي جيلها اندومتريا الكارسينومة وبعد كده قلت لك ان انا عندي حاجة اسمها البري كانسرس ليجين بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها التروفو بلاستيك تيومرز التروفو بلاست التروفو بلاست هي الخلايا اللي بتصنع البلاسينتا الخلايا اللي بتصنع المشيمة اسمها التروفو بلاست تمام التروفو بلاستيك تيومرز بقى الاورام اللي بتيجي في التروفو بلاست او الخلايا المشيمية او الخلايا اللي بتصنع المشيمة بتبقى نوعين من الامراض يعمى مرض بناين يعمى بتبقى نوعين من الاورام اسف يعمى ورم حميد بناين تيومر يعمى مالجنان تيومر البيناين تيومر اسمه ايه اسمه فيزيكولر مول اسمه فيزيكولر مول الفيزيكولر مول ده ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن زي كده زي ما انت شايف هو ورم بيتكون جوه الرحم هو ورم بيتكون جوه الرحم الورم ده بيتقال عليه ايه؟ بيتقال عليه الحمل العنقودي الحمل العنقودي ليه؟ لانه بيتكون ماس الماس دي بتتكون جوه الرحم كأنها حمل أو بتشبه الحمل يعني الست الرحم بتاعها بيبدأ يمتفخ أكأنها حامل تمام ولكن دي بتبقى عبارة عن ماس هو مش جنين هي ماس هي كتلة الكتلة ليه بيتقال عليها الحمل العنقودي ليه أو المولر بريجنانسي ليه لأنه بيبقى شبه عنقود العنب بيبقى شبه العنب قطف العنب أو عنقود العنب زي ما بيقول والعنقود ده بيخرج منين بيخرج من البلاسينتا إبدا البناين تمام إنما الماليجنانت بتاعه بقى الماليجنانت اسمه الكوريو كارسينوما الكوريو كارسينوما الكوريو كارسينوما طبعا هو بيطلع من البلاسينتا زي ما أنت شايف كده طبعا بيبقى ورم خبيس فيبدأ إن هو يعدي بيسمانت مرين بيعمل انفشن ويبدأ كمان إن هو ممكن يعمل الميتاستسز واثنين لأماكن تاني تمام يبقى التروفو بلاستك تيومرز التروفو بلاستك تيومرز أول حاجة عايزك تعرف ايه هي. التروفو بلاست طبعا هي الخليه اللي تصنع البلاسينت. تمام? التروفو بلاستك تيومرZف بتتكون او بتتقسم لحاجتين بتتقسم لبنين وبتتقسم للي يسم له موزييكولور مول. الفيزيكولور مول ده بيعمل حاجة اسمها فيزيكولور آآ بيعمل حاجة اسمها مولر مولر بريجنانسي. تمام. المولر بريجنانسي ده او الحاملي الكاذب ده بيكون عبارة عن mass الماس دي بتتكون جوه الرحم تطلع من البلاسينتا الماس دي بتكون عاملة شبه عنقود العينة فبالتالي بتقال عليه الحمل العنقودي بعد كده انا عندي المالجننت منه الصورة المالجننت المالجننت بتقال عليها ايه كوريو كارسينوما المالجننت بقى الديفنيشان بتاعه قالك انه هو مالجننت تيومر اوف الايه اوف التروفو بلاست تمام الانسدنس بتاعه الانسدنس بتاعته هنا نسبة حدوثه قليلة بصراحة نسبة حدوثه قليلة لان في مصر قالك انه لكل عشرين الف ست هنلاقي ست واحدة عندها المالجننت ده او الكوريو كارسينوما ده يبقى ست واحدة من كل عشرين الف ست ولكن هو مشهور جدا او بيبقى بصورة اكبر بيبقى موجود بصورة اكبر فين في الفار ايست الايست ده اللي هو الغرب آسف الايست ده اللي هو الشارق تمام الفار ايست ده اللي هم الناس بتوع اندونيسيا وماليزيا والمناطق دي فهو بيبقى موجود بصورة اكبر هناك تمام يبقى في مصر الانسدنس بتاعته قليلة بتبقى كل عشرين الف ست بيبقى فيه ستة عندها الكوريو كارسينوما ده فنسبة حدوثه قليلة ولكن بيبقى مشهور اكتر بيبقى مور كومن فين في الفار ايست الاتيولوجي بتاعته قال ان هو تيومر اوفل تروفو بلاست طبعا يعني هو ورن بيحدث فيه التروفو بلاست الخلال اللي بتصنع البلاسينتا بيكون موجود او بيحدث بنسبة خمسين في المية فولوينج الفيزيكولار مول يعني لو ستة مثلا حصل لها التروفو بلاستيك اللي هو البيناين اللي هو الحميد اللي هو الفيزيكولار مول اللي هو الحمل العنقودي ده طبعا بعد ما بيحصل حمل العنقودي بتعمل ستة عملية يخش الدكتور بيقص الفيزيكولار مول ده او بيقص الورم ده وبيبدأ ان هو ينظف مكانه خمسين في المية من الحالات طبعا بعد ما بيتنظف مكانها خمسين في المية من الحالات بتتحول لصورة مالجند او بتحاول لكريو كارسينوما. تلاتين في المية تبقى بعد الاجهاد. الست طبعا بعد الاجهاد. المفروض برضو ان الدكتور بيخش بينظف الجزء الباقي او بيديها مثلا زي دواء. الدواء ده بيبدأ يعمل انقباط في عضلات الرحم. انقباط مبالغ في عضلات الرحم. فيبدأ ان هو ينزل الجزء اللي باقي من من البلاسينتا واللي باقي جوه اصلا من بواقي الاجهاد. تمام? فاللي باقي ده ممكن يحصل يكون في باقي تلاتين في المية منه بيسبب ايه? بيسبب الايه الكريو كارسينوم. عشرين في المية بيبقى following الايه? following normal drivers. يعني الست خلاص ولدت ولدت طبيعي وخلاص الجنيه نزلوا كل حاجة. ممكن عشرين في المية من الحالات بتكون نتيجة الايه? نتيجة normal drivers. يبقى تاني يبقى خمسين في المية خمسين في المية من الحالات. بتكون بعد ايه? بتكون بعد الفيزيكولر مول. تلاتين في المية من الحالات بتكون بعد ابورشن بتكون بعد اجهاض. عشرين في المية من الحالات بتكون بعد ولادة طبيعي. normal delivery. تمام? بعد كده هنتكلم على الاوفيريان ماليجنانسي. الاوفيريان ماليجنانسي ده هو عبارة عن اه ورم بيتكون فين في الاوفري? ورم بيتكون في الاوفري وللاسف ده اه يعتبر اه اكتر حاجة اجريسيف. يعني اكتر حاجة خطيرة جدا 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 هو الاوفيريان ماليجنانسي ده. الانسيدنس بتاعته مهمة برضو ان هو يعني هو التالت اشهر نوع فيهم. تمام? وقال ان هو ايه? يعني هو اكتر حاجة اجريسيف او اكتر حاجة ممكن تبقى ثاتل. يعني ممكن تموت. تمام? بيقولي كمان معلومة مهمة بيقولي ان خمسة وعشرين في المية او في اي اه اوفيريان اه تيومرز ار اي ار ماليجنانسي. يعني خمسة وعشرين في المية من اي اوفيريان تيومر خمسة وعشرين في المية من اي ورم اه موجود في الاوفري بيكون ماليجنانسي. يعني احنا لو قسمناهم مية في المية خمسة وعشرين في المية هيبقوا ايه? هيبقوا ماليجنانسي وخمسة وعشرين في المية هيبقوا بناين. تمام? طب ايه هي الفاكتور البريدس بوزنج فاكتور هو الفاكتورز بتاعتي هنا مشابهة أكتر للإندومتريا الكارسينومة زي إيه؟ زي الهايبر إستروجينيزم الستة مثلاً اللي كان عندها نسبة الإستروجين عالي وهي صغيرة في هنا معلومة مهمة جداً بتميز الأوفيريان ماليجنانسي إيه هي؟ إن ما فيش سن معين للأوفيريان ماليجنانسي أوفيريان ماليجنانسي ممكن يصيب أي سن فما فيش سن معين محمي منه يعني ممكن تلاقي بنت عندها ست سنين عندها أوفيريان ماليجنانسي ممكن تلاقي ستة عندها ستين سنة عندها أوفيريان ماليجنانسي فهي دي فكرة ودي تعتبر الكلمة المميزة للأوفيريان ماليجنانسي إنه no age is immune يعني ما فيش سن محمي منه بيجي في كل السنين ولكن طبعاً إنه كل ما الست زادت في السن بيكون عندها فرصة أكبر إنه هو يجي لها الأوفيريان ماليجنانسي يبقى الماكسيمان بيك بتاعي يبقى بين سن كام الستين والسبعين ولكن أعيزك تعرف إن مفيش سن محمي من الأوفيريان ماليجنانسي إنه هو بيجي في كل السنين تانية حاجة عندي حاجة اسمها high social economic state high social economic state يعني الناس اللي بتبقى حالتهم المادية أعلى والحالة الاجتماعية أعلى طبعاً هم بيبقوا عايشين في بيئات أعلى ولكن البيئات الأعلى دي اللي هو الفكرة كلها هنا إنه هو يقصد إنهما عايشين في المدن الشخص لما بيكون عايش في المدينة بيكون معارض أكتر إنه هو مثلاً المعارض أكتر للبليوشنز بتاعة التلوز بتاعة السيارات والعادم السيارات والكلام ده كله أو مثلاً دخانات المصانع والحاجات دي كلها فهنا بيبقى معارض الست بتبقى معارضة أكتر نحصل لها أوفيريان ماليجنانسي وفيه عامل مهم جداً إنه هو بوست فاميلي هستوري بوست فاميلي هستوري يعني مرض براسي يعني مثلاً لو ست مثلاً عندها الأوفيريان ماليجنانسي ده بيبقى فيه نسبة إنه ولدها يجي لهم الأوفيريان ماليجنانسي ده ريسك فاكتر وكمان الإكسبوجر تو الإراضييشن برضو التعرض للإشعاعات الإشعاعات الضرة إنه مثلاً البنت مثلاً كل شوية مثلاً بتعمل وليكن أشعة مثلاً على رجاء وطبعاً الإشعاع ده ممكن بتتعرض الأوفيري بتاعتها بتتعرض للإشعاع هي مثلاً رايح هتعمل أشعة مثلاً على أي حاجة في جسمها فهي بتتعرض للإشعاع تمام أو مثلاً إنها تتعرض لأشعات الشمس الضرة أو غيرها ده بيكون سبب إن هي تتعرض اللي هو الألترافيلوت يعني ده بيكون سبب إنها تتعرض أو يحصل لها أوفيريان ماليجنانسي بعد كده عندنا حاجة اسمها الإنفكشن أورفايتس الإنفكشن أورفايتس ده الأورفايتس ده اللي هو الأوفيري يعني يعني عدوى بيحصل التهاب في الأوفيري تمام بيحصل إنفكشن أورفايتس أورفايتس ده عن التهاب في الأوفيري من الأمراض اللي ممكن تسبب إنفكشن أورفايتس دي أول حاجة المزلس المزلس دي اللي هي الحزبة المزلس دي اللي هي الحزبة تاني حاجة عندي اسمها الروبيلة الروبيلة دي اسمها الحزبة الألمانية زي ما هو موجود في الصورة كده طفل وشه بيبدأ مليان زي حاجة كده شبه الجدري نقط حمرة كده شبه الجدري يبقى المزلس دي اللي هي الحزبة الروبيلة دي حاجة اسمها الحزبة الألمانية طبعا بيبقى فيه اختلافات بسيطة منهم طبعا الاختلافات مش عليك ولكن ان الروبيلة فكرة الروبيلة ان فيه كذا فيروس يدر ان هو يسبب الروبيلة على عكس الميزلى للعكس الحازبة العادية تاني حاجة إن الميزلى اللي هي الحازبة العادية بتبقى معضية أكتر more infectious زان الآيه زان الروبيلة طبعا الفرق بينهم مش عليك انت بس عليك أسماء يبقى انت عليك الinfectious ılinfection اورفايتس دي بتيجي طبعا ده وعبارة عن آيه وعبارة عن التهاب بيجي في الاوفري ده بيكون بسبب ايه ده بيكون بسبب الميزلى اللي هي الحازبة أو الروبيلة اللي هي الحازبة الألمانية أو بسبب حاجة اسمها المنبس المنبس ده اسمه مرض النكاف المرض ده بيجي في البروتد جيلاند زي ما انت شايف في الصورة البروتد جيلاند بيبدأ يحصل لها بتتنفخ ده الأساسي بتاعه ولكن من الريسك فاكتور انه هو يعمل انفكشن في الأورفايتس لما يعمل انفكشن في الأورفايتس يعني فبالتالي ده بيكون ريسك فاكتور انه هو يكون الأورفيريان ماليجنانسي يبقى تاني بقى نتكلم على الأورفيريان ماليجنانسي الأورفيريان ماليجنانسي الانسيدانس بتاعه انه هو السيرد كومان ماليجنانسي في الفيميل جينيتال سيستم وقلتلك اهم حاجة انه هو الموست اجريسيف ده الموست ليسل وان يعني هو اكتر حاجة فاتة او اكتر حاجة ضارة اكتر حاجة خطيرة وقلتلك ان 25% من الأورفيريان اه افيني اوفيريان تيومر ار ايه ار ماليجناند لان ال75% منهم بيكون ايه الـ 75% بيكون بـ 9 بعد كده عندي حاجة اسمها قلتلك من أن الـ 6 وهي صغيرة كان عندها نسبة الأستروجين عالي أو الـ 6 فأمرها طبعاً لأنه أنا قلتلك أنه بيجي في أي إيج فألتلك أن الـ 6 هي عندها نسبة أستروجين عالي تاني حاجة قلتلك من أهم الحاجات أنه هو يعني ما فيش سن محمي من الـ 5 فيجي في أي سن ولكن نسبة الحدوث بتزيد لما بيكون بالنسبة فوق الـ 60 يعني من 60 لـ 70 قلتلك كمان الـ high social economic state ده نتيجة أنها بتتعرض لـ bloations أكتر نتيجة أنها بتتعرض لغازات ضر أكتر بعد كده قلتلك أنه هو بسط الثامن الهيستوري دي برضو مهمة أن أنه هو مرض بيكون في نسبة منه وراسق يعني لو الأم مثلا عندها بيبقى في نسبة أن بنتها يجيلها ايه؟ كمان الـ exposure to radiation تعرض للإشعاع ويه كمان قلتلك أنه لو كان الأوفري ده فيه infection أو حصله التهاب حصله التهاب طبعا نتيجة بعض نتيجة بعض العدوات البكترية أو العدوة البكترية زي مين؟ زي المزلس اللي هي الحصبة أو الروبيلة الحصبة الحصبة الألمانية أو زي المنبس المنبس ده اللي هو النكاف مرض النكاف بعد كده عندنا حاجة اسمها الـ cancer vulva الـ cancer vulva يعني ايه؟ يعني الـ vulva طبعا اللي هي الـ external genitalia أو الأعضاء التناسلية الخارجية تمام؟ فالـ cancer vulva يعني حصل malignant changes في الـ vulva with the invasion of basement membrane أهم حاجة قلتلك أنه أنا عندي إيه؟ invasion في الـ basement membrane عمل invasion في الـ basement membrane فبدأ يتكون إيه؟ بدأ يتكون تيومر زي ما أنت شايف كده على الـ vulva اللي هي الـ external genitalia تمام؟ الـ incidence بتاعته قلتلك أنه هو force incidence يعني هو في الترتيب رقم أربعة يبقى هو في الترتيب رقم كام؟ هو في الترتيب رقم أربعة تمام؟ بعد كده هنتكلم على الـ breed sposing factor أول حاجة مثلا أن الشخص ده حصل له chronic irritation irritation زي التهاب كده في المنطقة دي مثلا زي chronic infection حد حصل له عدوى chronic طبعا لسه متكلمين عليهم زي الـ HPV أو الـ HSV type 2 أو الـ HIV طبعا اللي هي اللي هي الأمراض اللي إحنا لسه متكلمين عنها الـ HPV طبعا اللي هو الـ human بابللومة فيروس الـ HIV اللي هو الـ human immunodeficiency virus اللي هو الـ AIDS و الـ HSV اللي هو الـ وده أهم حاجة فيها تقول له هو type 2 فدول طبعا من risk factor للـ cancer vulva أو vulva cancer كمان ممكن يحصل irritation by synthetic a metralize دي الدكتور ما جابش سريتها خالص فهي مش مهمة بعد كده عندنا الـ pre-cancerous lesion يعني ايه pre-cancerous lesion يعني بسلا بيكون فيه إصابة الإصابة دي أو أو lesion قبل كده سببتلي سببتلي الـ cancer ده زي الآيه زي الـ hyper الـ hyper-trophic leuco بليكيا الـ hyper-trophic leuco بليكيا دي هي عبارة عن white patches يعني هي عبارة عن بوتش بيضة أو بقع بيضة كده بتبقى موجودة على الجلد هو تعتبر مرض مرض جلد يعني تبقى زي عبارة عن بقع بيضة كده موجودة على الجلد بصراحة كل الصور اللي لقيتها للـ hyper-trophic leuco بليكيا دي ما كانتش يعني كانت مقرفة إلى حد ما فما رضيتش حط منه صور يعني بعد كده عندنا النوع التاني هو الـ VIN الـ الـ VIN ده هو الـ vulval الـ vulval inter-epicillial nublasm vulval inter-epicillial nublasm يعني ايه يعني فكرة نفس الفكرة يعني تكون cancer في المكان insight ومعملش invasion ده بيكون risk factor ان هو يكون ايه يكون الـ vulval cancer اسمه VIN ومهم جدا تعرف ان هو VIN بس لان لسه هنخش في الفاجينا الـ cancer هتعرف ان فيه اختلاف بينه وبين الفاجينا الـ cancer يبقى VAIN تانية حاجة عندي حاجة اسمها الباونز disease الباونز disease ده هو عبارة عن skin cancer skin cancer يعني سرطان في الجلد وريجين سرطان في الجلد برضو بيبقى insight يعني موجود في مكانه ما بيتحركش من مكانه ودي صورة ليه دي صورة ليه الباونز disease تبقى زي اه حاجات على الجلد كده بتبقى لونها اغمق شوية بعد كده عندنا الباجي disease الباجي disease طبعا احنا عارفين ان هو chronic bone disorders ده مرة خدنا في الباسولوجي ده عبارة عن chronic bone disorders orders يعني مشكلة بتبقى في العظم ويه المشكلة دي قلتلك ان هو ممكن يحصل metastasis فتتنقل للايه تتنقل ليه ليه الفالفا ولما تتنقل للفالفا هتعمل ايه هتعمل الفالفا الكنسر تمام يبقى احنا قلنا الكنسر of الفالفا قلتلك وعبارة عن malignant change في الفالفا with invasion of basement membrane ده ترتيبه رقم كام ده رقم اربعة في الحدوث risk factor بتاعته زي risk factor اللي قبل كده اللي هو HBV والHSV type 2 والHIV كمان عندك pre-cancers lesions دول برضو المعلومات المهمة فيها اللي هي الpre-cancers lesions اللي هي الhypertrophic اليوكوبكيا او اليوكوبكيا دي دي تعتبر من الكلمات المميزة فيه تاني كلمة عندي طبعا اللي هو VIN الVIN ده اللي هو الفالفا الـ الفالفا الـ inter-epecylial newblasm وعندك الباونز disease وعندك الباجد disease طبعا دول لازم تعرفهم لأن هم الكلمات المميزة للمرض ده بعد كده عندنا حاجة اسمها الكنسر فاجينا وهو الكنسر اللي بييجي فيه الفاجينا الـ definition بتاعته هو عبارة في الفاجينا بيحصل برضو invasion لو لاحظت عندي ان كل التعريفات يحصل invasion كل التعريفات بيحصل فيها ايه بيحصل فيها invasion للباسمن الـ الانسدنس هو رقم خمسة هو 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 رقم خمسة غالبا ده بيحدث فوق سن الستين يبقى هو رقم خمسة وغالبا بيحدث فين بيحدث فوق سن الستين الريسكي فاكتور طبعا هو chronic irritation حصل زي التهاب في المنطقة التهاب ده كرونيك يعني قعد فترة ومتعليكش فيبدأ ان هو يكون cancer فاجينا او الHPV اللي هو human babyloma virus human babyloma virus او عندنا الvaginal inter epicellial neublasm وطبعا ده اختصارها الـ VAIN طردو الvaginal inter epicellial neublasm يبدأ يتكون نيوب لازم او زي او نيوب لازم يعني كتلة موجودة في المنطقة دي او سرطان موجود في المنطقة دي بتقال عليه cancerous incito وما عملش invasion ده بيكون risk factor لو ما تعالجش بيكون risk factor ان هو يحصل ايه cancer للفاجين بيكون risk factor ان هو يحصل cancer للفاجين بعد كده عندنا ملحوظة انا يعتبر جمعتلك الانسدنس بتاعة الامراض كلها لاني تتعتبر من اهم الحاجات اللي فيهم طبعا المستكومان اشهر حاجة ان هي ممكن تحدث اللي هو الاندومتريا الكارسينوما اشهر حاجة التانية حاجة ممكن تحدث هو الانفيزيف cancer cervix رقم 3 هو الوفيريان ماليجنسي رقم 4 هو الكنسر فالفا رقم 5 هو الوفيريان الكنسر وبهنا نبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا اتمنى ما نكونش اثرنا على طول الترم لو حد عنده مشكلة وعنده سؤال وعنده شكو واي حاجة في منهج الجاين عمتا ممكن يتفضل يسأل يعني سواء في اللينك اللي محدود في الديسكريبشن او لو بعث على اكاونت نجاح زاد نفسه ربنا يوفاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته